الموضوع ايه؟ الدولة ومؤسستها الجيش والشرطة دول هدف وافضل اقول لك وكلمك كل يوم عن الموضوع ده وتبع عارف كده طيب ما بقاش شرطة جيش فسبنا الشرطة نروح للقوات المسلحة الاستهداف المؤسسة طيب ده لو ارتكب لانه خلي بالك هذه جريمة ليس لها علاقة بالمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة ده جران يعني جريمة وقعت في مدينتي جران يعني هل ده يسير القوات المسلحة؟ ابدا جريمة فردية حادث فردي جريمة اتنين جران حصل بينهم خناءة ما للقوات المسلحة حصلت مع صحفي وزميله ما للعلمين وما للصحفين وما للشرطة ما للشرطة ما لأي مؤسسة ما للقضاء ما للمهنة ما للوظيفة بالجريمة الفعل هل الفعل ناتج عن مؤسسة والناتج عن فرد؟ فرد واحد حد يرتكب يقول لك كذا طب هل المؤسسة ستت؟ لا والله والله أبدا وانا بحقي قواتي مسلحة دائما السند لينا كلنا سند نعم طول الوقت ولا تسمحوا الأحد لأنه مين اللي بيكلم عنهم النهاردة؟ مين هما؟ وهو الريكو دلوقتي بيقالوا إيه؟ لكن كل التحية لجيشنا العظيم وقال لكل مقاتل بطل في جيشنا العظيم السند والحامي للأرض والعرض واللي حمانه يفضل يحمينا يدفع عننا ونقف وراه على مر التاريخ طول ما على قيد الحياة حضرتك أجيال وراء أجيال وراء إلى ما شاء الله الجيش هو الحامي وهو السند عمود الخيمة إذا لا قدر الله زي ما كانوا عايزين يعملوا فيه واسخطوه ما فيش بلد ولا في شعب مش هنبقى موجودين في الشوارع الجسس في الشوارع زي ما كانوا أخوانا عايزين يعملوا فينا يهددون جبلنا آلاف الميليشيات عشان يقتلوا فينا النهاردة البيان كان كاتفا وواضحا وكنا متأكدين أنا فيه ناس كانوا بيكلموني من يوم السبت إيه اللي قلت لهم اطمنوا والله من يوم السبت متأكد تماما وكل ثقة زي ما أنا عندي كل يوم ثقة تزداد هذه الثقة إنه لابد من الحساب عمري عمري سألوني قلت لهم سقوا تماما ستسقوا في الجيش قال لك آه قلت لهم شوفوا بقى هيعملوا إيه وعملوا بالفعل طب إيه اللي حصل نشوف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ قال إيه النهاردة ترجمة نانسي قنقر